اهم مباراة على سطح الكرة الارضية الموسم الحالي كلام طبعا على قبل نهائي دوري الأبطال النهاردة مباراة العودة اللي تجمع ما بين المان سيتي وريال مادريد في ملعب الاتحاد في منشستر تقدر تقول ان ميلانو حجزت لها مقعد وهي كده كده حجزة مقعد سواء كان الانتر او كان الميلين في النهاية ميلانو كانت حجزة مقعد في نهائي دوري الأبطال اما المقعد التاني اما يكون منشستراوي او يكون مادريدي والنهاردة ليلة الحس ما هنعرف النهاردة هنتكلم بشكل كبير على مباراة الستي وعلى مباراة الريال وبالتأكيد طبعاً ما نغيبش علينا أبداً مطش الأهلي والترجي واستعدادات الأهلي لمواجه الترجي في مباراة العودة بعد بكرة إن شاء الله خلينا نبتدي الحقيقة بأخبار الأهلي نهاردة ونتطمن على الغيابات سواء الغيابات إجبارية يعني فرضتها الظروف فرضتها عوامل الإجهاد أو الإصابات والحمد لله فيش إصابة كبيرة يعني إن شاء الله بإذن الله أنا عدي مطش الترجي وكل سكوادي يكون كامل مرة تانية أو بحق اللي بيدور في دماغ مارسال كولر سيناريو باتنين ما لهمش تالت إما أن الراجل يلعب بتشكيلته الأساسية وده السيناريو اللي أنا بتوقع أو برجح أنه يكون يعني احتمالياته كبيرة فكرة أنك أنت تلعب بتشكيلك الأساسي وبعد ما تطمن لنتيجة المباراة تقدر بعد كده تجرب وتدخل اللعيبة اللي عايز تجهزها وتخليها فورمة عشان اللي جاي صعب سواء في الدوري أو فيه طبعا إن شاء الله حل وصلنا للمباراة النهائية تشكيل مستر كولر هيحدده السيناريو المباراة يعني لو الأهلي قدر يحسن بدري بدري ويقضي على أمال الترجي ويستبعد أي سيناريو من المفاجآت هيكون في الوقت ده مساحة كبيرة جدا لمشاركة اللعيبة اللي ما خدتش كتير الموسم ده يعني خندوسي مشاركته وردة محمد مجدي أفشا محمد شريف أحمد عبدالقادر الناس اللي كانت بعيدة شوية عن المشاركة بشكل أساسي في الفترة الأخيرة من الورد جدا ورد السيناريو التاني وهو أيضا ورد الحدوسة لكن يعني احتمالياته مش كبيرة أو مش مرجح إنه مستر كولر ياخد المغامرة دي في التوقيت ده وفي المرحلة دي وأعتقد إنه بيشاركني في ده كل الأهلوية يعني أو معظم الأهلوية إنك إنت تبدأ تريح اللعيبة الأساسية اللي لعبة المباراة الأخيرة وتشارك بتشكيل جديد وأعتقد ده السيناريو صعب شوية وإن كان وارد لكن في النهاية قرار مستر كولر هيكون إيه؟ هيبان كمان تمانية واربعين ساعة طيب زمالنا كريم أحمد موجود في ملعب مختلط تتشو أو في نادي الأهلي طيب مش جاهز طيب خليني أقول لحضراتكم كمان إنه من الورد جدا جدا طبعا إنه فيه لعيبة أنا عارف إنه فيه كلام كتير على حمدي فتحي فيه كلام كتير على محمد الشناوي فيه كلام كتير على عمر السلية لكن من الورد جدا وبما إنه الأهلي حقق نتيجة إلى حد كبير جدا يعني خلينا برضو نكون منطقيين النتيجة تقريبا شبه محصومة وسيناريو العودة سيناريو صعب ومستحيل وخصوصا إنه وأنا كنت مبارحة حقيقة بتكلم مع عشقائنا في تونس وبتكلم مع محمد سعيد فهمي اللي زعي بقام أفهم وكان بيكلم على فكرة إنه غيابات الترجي هل تعود في مباراة القاهرة قال لي لا سيناريو مستبعد جدا سيناريو مع تغيير الإدارة الفنية وتولي واستخالت طبعا كابتن نبيل معلول الترجي بيمر بظروف صعبة لكن هل ده معنا مباراة محصومة؟ لا أبدا خصوصا إنك بتقابل فريق ليه باع طويل في الكرة الأفريقية فريق يعني تلقى هزيمة تقيلة ردود أفعال رموزه كابتن طارق دياب طبعا رمز من رموز الكرة التونسية وواحد من عملقة الترجي الحقيقة وهو بيكلم على خسارة النادي الأهلي كده أن يبكي وبالتالي الفريق جاء يرد اعتباره حتى لو ما كانش هدفه التأهل أو حتى لو لم يتمكن من أحصول على بطاقة التأهل للنهائي بالتأكيد هو هدفه رد الاعتبار في القاهرة فبالتالي هي مباراة بالتأكيد مش هتكون سهلة على الإطلاق لكن ما عنديش شك وكل ثقة في لعابتنا إن إحنا قادرين على الحسم إن شاء الله خصوصا إن إحنا عصبنا أهدى نتيجة في مصلحتنا هدف واحد ينهي تماما على أمال الترجي ترجمة نانسي قنقر